بتاع محمد شريف من وجهة نظري دورت أقرب واحد ليه إبوكا المهاجم بتاع أمبي سرعة وقوة وهجمات مرتدة وكابتن حيبي طولان انت عارف النظام اختار مفاجئ بالنسبالي هو إبوكا له إحصائية لطيفة جدا إنه هو المهاجم الوحيد اللي في الدوري اللي سجل هاتريك مرتين سجل هاتريك مرتين في الدوري يا ربا بس مش يحنا شغالين يعني يا خلاص هلأي سجل هاتريك تلت هلأي سجل هاتريك أنا أنا رحت الحاجة مختلفة شوية أنا لقيت إن معظم فرق الدوري لما تبصي لها وبص عليهم كلهم معظمهم جهون في نص الموسم باستثناءات بسيطة زي سراميك عشان كان عنده أحمد ياسر ريان لفترة طويلة يعني كلهم لجأوا المهاجم الوهمي كله ابتدى يدور ما يلاقيش فيقوم ساحب وحطت لعيب كرة زيادة ويحاول يحلها ويحاول يدورها عشان كده اخترت أفضل مهاجمين وهمين في الدوري وهما البدلة بتقوى عن أحمد شريف بالنسبة لي كان واحدة من مفاجآت الدوري السارة السنة دي كانت إبراهيم عادل إبراهيم عادل مفاجأة سارة طيب أنا بس ملاحظ أنتو اللي اتنين ما اخترتوش أحمد ياسر ريان لأ أنا حطيت أنا قلتلك التبكال أنا بالنسبة لي لما هو كان بيقول مين البديل هو قال يبوك أنا قلت أحمد ياسر اللي هو مهاجم مهاجم أحمد ياسر مهاجم مهاجم نص الموسم أو الدور التاني بس مع سرميكا كليوباترا هدف الدوري ب 15 رجول لا وأداء والعيب مؤثر والعيب أكتف جدا جدا وبالتالي حقه أنه هو بقى موجود في مرمى الاهتمام بتاع الناس أنه فعلا مهاجم مميز ومنتخب مصر لازم يعني أحمد ياسر ريان العيب كويس قوي قوي يعني وعنده ثقة في أن أنا عايزة بقى رقم واحد محمد شريف هنا رقم واحد لا أنا مش عايزة أرجعه نبي سبيل هو بيعافر معافرته بيحكي قصته مع نفسه الضبط كده فدي ليها تمن وليها وزن ونتمنى له طبعا التوفيق فأحمد ياسر طبعا بالنسبة لي هو البديل بالنسبة لتامر إبوكا وإحمد ياسر برضو ما قال لي شرمه طبعا بس أنا قلت برضو تعالوا نفرج الناس على المهاجم الوهمي اللي كان ضارب الدوري المصر السناني كان كتير جدا يعني سموحة كان راس الحربة أكتر جندجان الدوري المصر أفكار أفكار المدربين كترت كابتن علي ماجس تغنى عن راس الحربة في الأواخر وزود جريندو على جابها من الجبهات وسموحة ما كانش عنده راس حربة برضو صريح بعد رحيل حسام حسن قاعد يلف كتير وفي الآخر قرر ان هو يروح للمدرسة دي معظمهم عملوا القصة دي محمد إبراهيم وسيراميكا عمل القصة دي ناس كتير بالنسبة لي أحسن ناس عملت القصة دي كان إبراهيم عادل وكان فخر الدين بن يوسف إبراهيم عادل وفخر الدين بن يوسف اختار موفق جد فخر فخر خصارة كبيرة جدا 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 للإسماعيل مقص دايما للإسماعيلي يعني التعبير اللي انت بتستخدمه شايل فرقة على كدفه ماشي بها ده كان تعبير يمشي على تسموا ده تعبيرك يعني ده تعبير يليق جداً بفخر الدين من يوسف في آخر مباراتهم مع الإسماعيل 100% فخر العيب كبير يعني بس الإسماعيلي المفروض هو أكيد عارف كويس قوي إن كنياته المادية عارف كويس إنه كل ما هيقدم حد يوصل للليفل ده مرة تانية من التقلق هيتاخد فدايماً لازم يدور على المنبع زي زمان زمان دايماً كان الإسماعيلي كده يطلع النجم يتشاف يتاخد ما عندي مشكلة لو ماشي آه بالضبط بس أنا عندي المنبع فالمنبع هو اللي لازم يشتغل تاني يعني ونقطة لازم نشيد بها في حتة فخر يا هيمة هو تيبيكاً للمحترف لإني لو تفتكر فخر كان مشي شوية من الإسماعيلي على غضب وإنه ما بيخدش مستحقاته وبعدين لما رجعوه بفضل الله كان البرنامج عندنا السبب الرئيسي برافو عليك إنه هما كانوا فاكرين صح إنه هو اشتكاهم الرجل طلع معنا هنا في سكايب قال أنا مشتكيتش أحب برجع لاندي الإسماعيلي صح خلي الناس توصلت مع فخر من بعد الحلقة وحيات الناس كلمونا شكرونا يعني على يعني اللي حصل من معلومات كانت مهمة قربت جداً وجهة النظر يعني إنه لما رجع بقى ما حطش الظروف والقصة اللي انت قلتها دي في دماغه كانت ممكن تأثر على أداءه ده أقولك الأكتر من كده ده جدة شهر كمان مع الإسماعيلي عشان يكمل الدوري فدي تحسب له إنه هو محترف عارف هو جاي ينفذ شغله شكراً للمشاهدة